الحلقة الثانية عشرة من تفسير جزء عامة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المستوى الثاني من صورة النازعات ما مكان نزولها هي في مكة نزلت بعد صورة النبأ ما ترتبها 79 ما عدد آياتها 46 آية ما عدد كلمتها 179 كلمة ما عدد حرفها 753 حرف عندنا سؤال في الآية رقم واحد ما الدليل على ترجيح تفسير النازعات بأنها ملائكة الموت رغم أن في عشرة أخوال وما بعدها من المقسمات بها أولا متفق مع نص القرآن أن الملائكة الموت نازعة إيه الدليل أن الملائكة الموت بتنزع وبتضرب قال تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة تباصطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم والملائكة تباصطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون وقولي تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق السبب الثاني أن ده تفسير كبار السلف زي ابن مسعود وابن عباس ومصروق وسعيد بن جبير وابو صالح وأبو الضحى والسدقين السبب الثالث أن ابن جرير نقل الاتفاق على أن المدبرات هي الملائكة فيقتضي أن الباقي كله ملائكة ونقل الإجماع أيضا للسمعاني في تفسيره وابن القيم في التبيان وابن عطية في تفسيره كله نقل الإجماع المدبرات هي الملائكة يبقى الباقي كله برضو ملائكة الدليل الرابع أن الفاق في كلمة فا المدبرات وأمره على أنها متفرعة من جملة فالسابقات ويجيب جملة متفرعة من السابحات وعليه في هذه الأوصاف الثلاثة في الملائكة الدليل الخامس ده يتناسب مع آخر الصورة في آخر الصورة بتقول يوم ينظر المرء ما قدمت يديه ويقول الكافر يا ليتدين كنت ترابا وإمتى الإنسان بيبص ما قدمت يديه في حالة النزأ حينما يفقل اللسان عن النطق وفي حالة الحشرقة حين لا يتقبل التوبة عند المعينة طيب الآية عشرة كيف نرد على قول ابن زيد رحمه الله الذي فسر الحافرة بالنار وجعل الحافرة اسما للنار أول حاجة ده كلام لا دليل عليه لا يجوز تسميت حاجة في أمور الآخرة إلا الدليل تاني حاجة مخالف لقول أمور أهل الإن تالت نقطة إن سياق الآيات بتنفي أن يكون المراد بالحافرة النار لقوله فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة لسه النار ما جاتش أصلا أنت بتتكلم على يوم إيامة لسه طب ما الرد على منفصل الساهرة بإنه اسم مكان معروف الشام عن رد عليه نقوله أنت أخطأت وعندنا ثلاث أدلة الدليل الأول إن ده تخصيص لمكان بلا دليل والأصل بقاء العام على عمومه أنت كده بتتدعي حاجة غيبية بلا دليل تاني حاجة منافية لتفسير كبار السلف وجمهور المفسرين فتفسيرها الحافرة يعني للقبر هو قول ابن عباس من طريق عكرمة والعوفي وعكرمة عن طريق حسين وعمارة بن أبي حفصة والحسن عن طريق أبي رجاء ومجاهد عن طريق ابن أبي نجيح وقتاد عن طريق سعيد ومعمر وسعيد بن دعائل من طريق عكرمة وابن هيثم والضحاق من طريق عبيد وابن زيد طيب تالت دليل اللي ده قول الراجح لأنه المعروف في لغة العرب قال عمية بن الصلد وفيها لحم ساهرة وبحر وما فاه به أبدا مقيمة يبقى الأرض اتفق هاللغة على أن الساهرة هي الأرض طيب تسميت ساهرة ليه؟ لأن الحيوانات بتنام وتصهر فيها فسميت ساهرة لأن الحيوانات بتصهر فيها تصد الليل لماذا رفضنا تفسير الثوري بالساهرة لأنها أرض الشام هو رغم أن هناك حديث أن أرض الشام هي أرض المحشر نقول أرض الشام هي أرض المحشر قبل يوم القيامة فالناس اللي موجودين على ظهر الأرض بيتحشر كلهم في الشام قبل يوم القيامة لكن بعد كده تبدل الأرض غير الأرض والسماوات والحشر الكبير ده حاجة تانية ده أرض كبيرة جدا عفراء بيضاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الدليل على الرفق بالمدعو ورغم كل طغيانه الدليل أن ربنا قال فقل هلك إلى أن تذكى وأهديعك إلى ربك فتقشى هذه العبارة غاية غاية في الرفق واللين وموجهة لأكبر طاغوط في الدنيا بحالها طب إيه إغرق أول حاجة أنه ما قالوش كل ما قالوش اهتدي لا أخرج الأمر ما أخرج العرض فقال هل لك إلى زي سيدنا إبراهيم قال ألا تأكلون تانية حاجة قالوا إلى أن تذكى فالتذكى ده النماء والطهارة فعرض عليه أمرا يقبله كل إنسان تالت حاجة تذكى ولم يقل أذكيك فأضاف التذكية إلى نفسه وعلى هذا يخاطب الملوك الرابع وأهديك أي أكون دليلا لك وهديا بين يديك لكن أنت اللي تتذكى بنفسك وأنت اللي تعمل كل حاجة بنفسك زي الرجل يقول هل لك أن أدلك على كنز فتأخذ منه ما شيء غالما أعطيك كنز في فالأب نعطيك كنز وأنا برص مجرد دليل وأنت اللي تعمل كل حاجة من الحاجة الخامسة إلى ربك نسب الدعوة إلى ربه فاطره وخالقه ومنعمه وهو اللي أتاه الملك بيذكره أن ربنا هو اللي أكربك وأكلك وكبرك ودك الملك وده من نوع الاستعطاف زي واحد مثلا مش عالك بيسمع كلام سيده فقول له ألا تطيع سيدك ومولاك ومالكك وتقول للولد ألا تطيع أبك الحاجة السادة وأهديك إلى ربك فتخشا أي إذا اهتديت وعرفته هتخشاك لأن المعرفة على قضي الخشية وإنت اللي هتخشا مشان لا خليك تخشاك المهم إن ده من أرق وألطف الألفاظ وده يدل على إن الواحد لو بيكلم فرعون ده يتلطف به الآية ثلاثين فيها برضو سؤال فيها تعارض ظاهر عند بعض الجهل عند بيقرى والأرض بعد ذلك دحاها فيقول خلاص يبقى الأرض تخلقت بعد السماء وبعد يقرى قل أينكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين ثم استوى إلى السماء يبقى الأرض دي تدل إن الأرض أولاً بعد السماء يبقى الأرض بعد ذلك دحاها يبقى السماء بعد الأرض ثم استوى إلى السماء يبقى الأرض بعد السماء فيقول إيه ده؟ هو الأرض الأول إلى السماء الأول؟ ابن عباس حالي المشكلة ديت فقيل إن ربنا خلال الأرض ولم يضحوها وبعدين رحل السماء فسوهن سبع سماوات ثم عاد للأرض دحاها أخرج منها ماء ومرأة طيب سؤال تاني بقى عايقول لك طب لو التأويل بتاعك ده صح طب صورة البقرة بقى بيقول وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء ما خلقاش على مراتين ده خلق ما في الأرض جميعاً أقول لك الخلق اللغوي هو التقدير للخلق بالفعل وهو الإبراز من العدم فربنا خلال الأرض كلها يعني خلقاً لغوياً قدر فيها كل شيء فالخلق معناه كمال التقدير فربنا خلق الأرض وقدر فيها مكان النهر ومكان الجبل ثم استوى إلى السماء خلصها ورجع تاني للأرض دحاها أخرج بقى اللي هو قدره طب إيه الدليل إن الخلق هو كمال التقدير قال زهيل لأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري طيب الآية اللي بعد كده آية 30 الأرض بعد ذلك دحاها تدهل ده دليل على قروية الأرض لأ لم يسدل أحد من العلماء على إن ده ده الإعلة ده الدحو معناه الإخراج طيب مسألة قروية الأرض بقى هل الأرض قروية شرعة ولا مش قروية في بعض العلماء عاشوا وماتوا بيقولوا إن الأرض ليست قروية نلوم هذا كلام غلط مش معنى إن أنا قلت دحاها مش معنى الدحو مش معنى كان مش قروية لا هي قروية بس دلتين ايه دليل رقم واحد الإجماع قال شيخ السلام التامية في رسالة الهلال جاء فيه قال في موضع منها وقد ثابت بالكتاب والسنة والإجماع من علماء الأمة أن الأفلاك مستديرة طيب ابنها منين قال تعالى وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبح وقال تعالى لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القبر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبح قال ابن عباس في فلك يعني في المغزل بتاعه الكلمة فلك دي دي يدل إنها مكورة وبتلف فكورة وهذا في لسان العرب الشيء المستدير ومنه يقال تفلك ثديد جارية أي استدار وقال تعالى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل والتكوير هو التدوير وقيل كار العمامة للأفلاك الكروية في الآية 45 في سؤال ما وقت تعارض المتوهم بين قوله تعالى قد بينا الآيات لقوم يقنون ونظرها إنما أنت منذر من يخشيها وقوله إنما تنذر من اتبع الذكر دي كلها آيات بالدل على إن الرسول بينزل المؤمنين الخاشعين اللي بمقنين بس وبعض الناس يقول ده مدى متعارض مع قوله تعالى كذلك يبين الله آياته للناس وقال هذا بيانه للناس وقال ليكون العالمين نذيرا نقوله البيان عام للجميع ولكن لما كان الانتفاع به خاصا بالمتقين خصوا بهم سواء لأن دول أكتر ناس منتفعين قولوا قولي هذا وصلا قولوا قولي هذا وصلا